السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي عاملين ايه؟ تخيل كده عندك لقدر الله عطل في البيت او اي حاجة حصلت وفجأت بان الصنايع داخل عليك وما فيش اي حاجة في ايده لشان تتعدى ولا حتى مفك تفتكر ان ده ممكن يصلح لك العطل اللي عندك او تقول ان ده فاهم اصلا في الشغل نفس الفكرة انت كمان ماينفعش تبقى صاحب قناة على اليوتيوب وما عندكش الادوات اللي تساعدك لتطوير القناة عندك سواء بقى تحقيق ارباح سواء الجودة بتاعت الفيديو النهاردة هنعرف مع بعض ايه هي اهم المواقع اهم البرامج اهم الابليكيشنز اللي حتساعدك في تطوير القناة عندك وفي نفس الوقت جودة الفيديو والارباح يلا بينا بقى نعرف اللي ما نعرفوش مع ابو العرين اهلا بيكم مرة تانية النهاردة عايزين نعرف مع بعض ايه هي الادوات اللي لازم تكون معايا عشان اقدر يبقى معايا قناة يوتيوب واقفة على رجلها بمعنى ايه بمعنى ما يكونش ناقصها حاجة يعني مثلا النهاردة انت عندك قناة يوتيوب اهم حاجة تفكر فيها اول ما تبتدي تشتغل بالقناة بتاعتك هي اللوجو اللوجو يا جماعة هو ده الصورة الزغيرة اللي بتبقى جنب اسم القناة اهميتها طبعا انها اولا بتدل على اللي موجود جوه القناة يعني مثلا لما انت بتحط صورة شيف يبقى معناها ان ده قناة بتتكلم عن الطبخ بتحط صورة مثلا حروف او ارقامي يبقى معنا ان دي قناة علمية او بتحط صورتك انت الشخصية في ناس كتيرة جدا ما بتحبش تحط الصورة بتاعتها وبتحب انها تعمل لوجو للقناة لان اللوجو ده هو اللي الناس هتعرفك بيه بعد كده على طول ممكن ما دورش بالاسم ومجرد ما هشوف الصورة دي هعرف ان انت صاحب القناة ايه اهم موقع بيقدر يعمل لي اللوجو ده وبمنتاز سهولة هو موقع براند كراود واللي ما شافش الحلقة اللي بنشرح فيها ازاي تعمل لوجو من الموقع دوت حيلاقي لينك الحلقة موجود تحت في الوصف بتاع القناة طيب دلوقتي انا خلاص عملت اللوجو بتاع القناة بتاعتي وبسجل الفيديو اهم حاجة في تسجيل الفيديو هو الصوت 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 مهم جدا لانه هو دوت اللي بيخلي اللي بيتفرج عليك انه يكمل معاك الفيديو لكن هو لو مش مرتاح او مش سامع كويس مش هيبقى مرتاح انه يكمل معاك للاخر علشان كده انا بنصح اي حد انه ينزل البرنامجين دول برنامج على الموبايل اسمه voice recorder وبرنامج تاني اسمه noise reducer الvoice recorder ده هو برنامج تسجيل الصوت يعني انت اول حاجة بتسجل الصوت بتاعك بعد كده بتحطه على noise reducer البرنامج التاني ده علشان يشيل الضوضاء من الصوت طيب خلاص انا سجلت دلوقتي الفيديو بتاعي وشيلت منه الضوضاء وعايز ارفع الفيديو ده على اليوتيوب اهم حاجة وانا بارفع الفيديو انه كون مهتم بالصورة المصغرة وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الصورة المصغرة ده اهو طريق التصميم الصورة المصغرة للفيديوهات وقلنا ان الصورة المصغرة دي هي انها من اهم العناصر اللي لازم تكون كويسة جدا في الفيديو بتاعك لان هي دي اول حاجة بيشوفها المشاهد بتاع اليوتيوب قبل ما بيشوف الفيديو نفسه فالصورة المصغرة لو حلوة وحتشده حتخليه انه هو يضغط زي ما انتو شايفين كده ببلغ سيمترية معينة لها شكل معين طريقة الكلام طريقة الحروف الصورة بتتحطي ازاي طيب ايه احسن موقع للصورة المصغرة هو طبعا بلا منافس موقع كانفا موقع كانفا ده هو يعتبر من اسهل المواقع اللي بتقدر تعمل منها صورة مصغرة سواء بتستخدم التليفون فحتلاقي ابليكيشن اسمه كانفا موجود في الاندرويد موجود في الايفون لو انت بتستخدم الكمبيوتر يبقى هتخش على الموقع بتاع كانفا وبرضو شرح الموقع دوت وازاي تعمل صورة مصغرة منه موجود في فيديو هتلاقوا اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو تحت وانا بنصحكم دايما بالموقع ده لانه سهل الاستخدام واولا كمان اهم حاجة انه بيدعم اللغة العربية فحيبقى سهل على ناس كتير جميل جدا دلوقتي خلاص انا عملت الصورة المصغرة بتاعتي اللوجو مسجل كويس اهم حاجة الكلمات المفتاحية منين اقدر اجيب كلمات مفتاحية وناس كتيرة جدا بتشتكي انا ما بعرفش اجيب كلمات مفتاحية انا بقدم محتوى مالوش كلمات مفتاحية كتير اقدر اجيب منين عندك تلات حلول والتلات حلول حيساعدوك جدا اول حل هو موقع اسمه موقع كي ورد تول ده كويس في ان انت مجرد ما تحط الكلمة او موضوع الفيديو اللي انت بتتكلم عنه هو هيقدر يجيب لك الكلمات المفتاحية الخاصة بي يعني مثلا في قنوات طبخة او قنوات الاعمال المنزلية او قنوات التعليم فحنقول مثلا قنوات اعمال منزلية فحنقول مثلا عمل الكروشي مثلا وبندغط على سيرش فبنلاقيه هنا انه هو جاب لي الكلمات المفتاحية الخاصة بطريقة عمل الكروشي يعني عمل الكروشي للمبتدئين عمل الكروشي مفرش طريقة عمل الكروشي بالصور طريقة عمل الكروشي خطوة بخطوة وهكذا وهكذا كمية لا نهائية من الكلمات المفتاحية اهو ده اول اختيار ديك لو انت ما بتعرفش تجيب كلمات مفتاحية خاصة بموضوع الفيديو بتاعك او بالمحتوى بتاعك يبقى اول حاجة هنعملها كي ورد تول وبرده في فيديو بيشرح عمل البرنامج دوت هتلاقوا اللينك بتاعه برضو في الوصف تحت طيب ايه هي الطريقة التانية اللي ممكن اجيب بيها كلمات مفتاحية كويسة بص يا سيد انت دلوقتي فرضا انك مش عارف برضو تجيب كلمات مفتاحية من موقع كي ورد تول او انت شايف ان الكلمات المفتاحية دي مش مناسبة انت قادر بالمحتوى بتاعك ايه القنوات الكبيرة اللي بتقدم نفس المحتوى ده طيب هتستفيد بايه ان حضرتك مثلا دلوقتي احنا بنتكلم عن طريقة عمل الكروشي فبروح اجيب فيديو زي دوت مثلا دروس تعليم الكروشي الفيديو ده جاي بتمانية مليون مشاهدة طبعا في سبع سنين يعني طيب هضغط على الفيديو وحيخد اللينك بتاع الفيديو وباجي هنا في موقع تاني اسمه extract the tag from youtube video الموقع ده بيفيدك بان انت بتجيب الفيديو اللي بيقدم نفس المحتوى بتاعك وعليه مشاهدات عالية وبتقوم بحاطة اللينك بتاعه هنا وبتقوله find tags بتلاقي هنا جاب لك الكلمات المفتاحية اللي محطوطة في الفيديو ده طبعا احنا بيبقى صعب علينا ان احنا نعرف الكلمات المفتاحية اللي موجودة جوا اي فيديو لان دي حاجة ما يعرفهاش الا صاحب الفيديو بس انت ممكن تشوف الوصف تشوف العنوان تشوف الصورة لكن ما تقدرش تشوف الكلمات المفتاحية الفيديو ده هيساعدك انك تعرف الكلمات المفتاحية بتاعت اي فيديو على اليوتيوب مجرد ما تحط اللينك بتاعه بيجيب لك فهينا كاتب لك اهو غرزة السلسلة في الكروشي غرزة العمود قناة الكروشي كروشي كافية تعليم دروس كروشي يعني جاب لك الكلمات المفتاحية اللي موجودة في الفيديو بتاعك فطبعا دي طريقة تانية تقدر تجيب بيها كلمات مفتاحية تساعدك انك تنشر الفيديو بتاعك كويس اخر طريقة واهم طريقة هي طريقة جوجل ادورد ودي طريقة مهمة جدا وموجودة في فيديو لازم تشوفوه بتاع الكلمات المفتحية الأغلى سعر ودي حاجة مهمة جدا لأنه بيجيب لك كلمات مفتحية لها سعر معين لو الإعلان ظهر على الفيديو وحد ضغط عليه بتكسب فلوس أكتر من الطبيعي وطبعا زي ما قلت لكم حتلاقوا شرح للموقع ده لأن الموقع ده مهم جدا في فيديو كامل بيتكلم إزاي تقدر تجيب الكلمات المفتحية الأغلى سعر أنا كده خلاص عملت لوجو نزلت الفيديو بتاعي ولو صورة مصغرة كويسة ولو كلمات مفتحية كويسة جاء الوقت أن أحطه على صفحات التواصل الاجتماعي سواء حتبعته على المسينجر حتبعته على الواتساب حتحطه على الفيسبوك إيه هي الأداة الأخيرة اللي لازم تكون برضو موجودة معك هي موقع بايك سي موقع بايك سي ده برضو حتلاقوا الشرح بتاعه موجود في فيديوهات من عندنا هي القصة كلها إنك بتاخد لينك الفيديو بتاعك بتحطه عليه فبيديك لينك تاني اللينك التاني ده فيديته إنك لما بتيجي تحطه على موقع زي الفيسبوك بيطلع بالشكل ده كده إن أي حد يضغط عليه بيروح على صفحة اليوتيوب بتاعتك بيروح على القناة عندك بيشتغل على اليوتيوب مش بيشتغل على الفيسبوك فبالتالي المشاهدة بتاعته بتتحسب لك على اليوتيوب طيب هل هي دي بس الأدوات؟ أنا بالنسبالي بستخدم الأدوات دي لأن هي دي الأدوات يعني اللي مش هحتاج أكتر منها قوي إلا بقى لو مثلا عايز بقى حاجة زي VIDIQ اللي هي البرامج المدفوعة البرامج المهكرة لكن دي أنا شايف إنها برامج موجودة على التليفونات عادي جدا موجودة تقدر تنزلها على الكمبيوتر سهلة الاستعمال أغلبيتها بيدعم اللغة العربي فبالتالي أنت مش هتحتاج أكتر منها عشان ما اتهش أي سؤال فيها هتشوفوا الفيديوهات على القناة هتلاقوا فيها شرح لكل حاجة شرحتها النهاردة مشروحة قبل كده في فيديو منفاصل برضو أي حد مش عارف حاجة هيتواصل معي في أي وقت جميع وسائل التواصل موجودة تحت في الوصف بتاع الفيديو ربنا معاكم أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله اشتركوا في القناة